والنازعين والنازعين مهمة شاقة لكنها معتادة بالنسبة لحسين الذي يقطع مسافة تتجاوز كيلو مترين كل يوم بغية الحصول على المياه اعتاد الرجل على نقل مياه الشرب بوسائل نقل تقليدية وهي الطريقة المتبعة لدى المواطنين في منطقة حبيل بارق القريبة من منطقة باتيس في محافظة أبيان جلب كميات متواضعة من المياه من هذا المكان لا ينهي المعاناة حيث تسببت في إصابة الكثيرين بأمراض تزيد خطورتها كلما استمر اعتمادهم عليها كونها مياها ملوثة وغير صالحة للاستهلاك نحن نجي من أماكن خلف الوادي ذاك من شأن المياه نعبي مياه على الحمير وننقلها للغنم وللتصبون ونضطر أن نشرب منها وهي لا صالحة غير صالحة للشرب وهي مالها وإنما أكثر الناس لحين ينضطروا أنهم يشربوا منها من البعد المياه والملوحة وسببت الأكثر الناس لهم فشل كلوي والكلاء والتعب وهذا الناس وهذا المنطقة محتاجة إلى ماء صالح للشرب في القرية الريفية ذاتها عملت هذه الأسرة على التخطيط للخروج من الأزمة المتفاقمة بدأت في حفر بئر داخل أحد المنازل لتأمين احتياجها اليومي من المياه لكن العمل أيضا توقف قبل أن يكتمل فتكاليف المعدات التي يتطلبها المشروع باهظة تفوق قدرة الأهالي الأمر الذي جعل الخروج من الأزمة غير ممكنا حتى وإن كان يترتب على بقائها متاعب يومية لمئات الأسر بما يحصل لنا من عدم وجود الماء وكما تشوف عيونكم الماء متلوث سبب للناس بأضم الأملاء بسبب الأملاء الكلاء والفشل الكلوي وأمراض كثيرة أعاقدتم عن هذا والأطفال لا يروحوا المدارس وحالتنا معاناة يعاني يرثالها تفاقم الإشكالية لأكثر من ألف أسرة يعيشون في القرية يضع السلطات أمام مسؤولية الالتزام بواجباتها خصوصا وأنها كانت قد عملت في أوقات سابقة على وضع خطط خاصة بتنفيذ مشاريع المياه داخل المنطقة لكن تلك الخطط لم تتعد في مضمونها توفير شبكة خارجية فقط في حين تعثرت المراحل الأخرى وبقي المشروع متوقفا على الرغم من اعتماده قبل أكثر من خمسة أعوام لطفي إبراهيم قناة بلقيس أبيان ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر